السلام عليكم وزي ما بيقولوا كده يا هلب شهر رمضان الكريم والأعظمات الحلوة اللي هتحصل فيه لمة الأسرة والعيلة كلها في يوم حلو زي ده أو عمتا في أي يوم الليالي شهر رمضان الكريم استعدوا كمان بقى كده للأجواء الحلوة اللي زي دي اللي بالفعل كده هنعيشها إن شاء الله الأيام الجاية ربنا كده يسعد الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله في وجعل كمان كل ليالي رمضان خير على الأمة الإسلامية كلها شايفين طبعا بقى كده اللامة الحلوة وكمان كل واحد داخل عالتاني بأكلة أو وصفة حلوة عشان يكون يعني الإحساس والمشاعر زي ما انتوا شايفين كلنا أكد إيه بنكون فرحانين كمان باللامة السعيدة اللي زي دي حتى بصرف النظر عن الأكلات والوصفات يكفي بس كده الأجواء الحلوة اللي كلنا بنعيشها وندخل كمان دلوقتي كده على استعداد كل سيدة من دول سواء طبعا بتنظمها بترتبها للبيت وفي نفس الوقت كده حاب أقول لكم جمعة مباركة عليكم وبشكر كل الناس اللي بتتبعني من كل مكان الستية طبعا بقى لزعلت مني مبارح وقالت لي ما زكرتيش اسم معظم البلاد العربية وانا بشكركم بارح على كل اللي بالفعل دعموكم ليا وبحاب أوجه كمان بقى كده رسالة النهار ده لإخواتنا الحباب كده في بلاد الأردن الشقيقة إن شاء الله زي كمان فرح الحلوة اللي كانت بتتبعني وكتبت لي كمان كومنت حلوة جدا وكمان صدقوني بشكر كل الناس اللي بتتبعني من جميع البلاد العربية والبلاد الأجنبية وبقرأ كل كومنتاتكم وأكيد بكون سعيدة جدا بيها صدقوني كمان يعني يعتبر شهر رمضان الكريم داخل علينا خلاص ولسه فاضل أيام بسيطة وكلنا بالفعل بنحاول إن احنا نخلق لنفسنا جاو من السعادة زي ما بيقولوا أي نعم في حاجات كتيرة ممكن تطرق كده على حياتنا الأسرية لكن ده ما يمنعش إن انت أكيد بتحاول تتجنبي كل ده استعادي كمان للأيام الحلوة اللي داخل علينا بمنتهى السعادة والرواءين تعالوا مع بعض نشوف طبعا كده بقى شوية التنظيمات اللي السيدة دي حاولت تقوم بيها في الدريسينج عندها وإزاي بدأت تنظم وتغير كمان شغل وديكورات البيت لحاجة ممكن تكون أحلى وأجمل بكتير ومش على قد السعادة دي بس أنا جايب لكم النهاردة مجموعة السعادات هتشوفوها بإذن الله وأتمنى كمان إن الفيديو النهاردة يعجبكم شوية التفاصيل والتنظيمات والترتيبات اللي هي هتقوم بيها حتى كمان لو أنت عروسة ممكن تختيب عنا أفكار حلوة زي دي كمان طبعا زي ما قلتلكم فيديو النهاردة هيكون متنوع بالنسبة للسعادات كتيرة شوية التجدات والتغييرات اللي كذا واحدة فينا بتحلم بيها مطبخ ممكن يكون مختلف ألوان مختلفة حاجة فيها بهجة وسعادة حتى كمان بقى لو أنت حابة تزباطي أو تنقلي البيت جديد أظن كمان تلحق تعملي كل ده قبل كمان كده ما يدخل علينا شهر رمضان شايفين طبعا كده برضو الديكورات الحلوة والأفكار الهيلة ونسوف كمان دلوقتي مع بعض كده سيدة تانية إزاي بتبدأ تعمل بها كده أنواع المخليلات اللي قدامنا بالشكل ده طبعا زي ما قلتلكم كل واحدة بتحاول تشوف إيه أكتر حاجة ممكن ضيوفها تكون بتحبها إيه أكتر حاجة كمان ممكن تكون بسيطة وفي نفس الوقت مش شرط تكلفي نفسك وتعملي أكلات غالية قوي بل بالعكس صدقيني حتى لو أنت عملت عزومة وكمان في نفس الوقت الصراحة جالي الكومنت ده وعجبني جدا يعني بتقولك فيها إيه لو كل واحدة فينا عملت صنفة أكل معين وحاولنا أن احنا نتجمع مع بعض في جنينا أو في مكان واسع وكل واحدة فينا تعرض الأكل ده ونبدأ أن بكده أن احنا يعني زي ما بيقولوا يكون تجمع حلو فيه أكلات ووصفات لذيذة جدا يعني سواء بأبسط الأمور بأكبر الأمور أكلات بسيطة أكلات ممكن تكون دسمة حاولي أن أنت تعملي حاجات حلوة مش شرط يعني طبعا أن احنا نعمل أكلات بصورة كبيرة جدا وممكن تكون مكلفة بل بالعكس السيدة اللي قدامنا دي كده عامة يتنوع كده من المخاليلات زي ما أنت شايفة وقد إيه كان حلو جدا وتقدر كمان تطلعي منه كل يوم جنب الأكلات والوصفات اللي أنت عاملها في شهر رمضان الكريم وفي نفس الوقت كمان برضو كده ندخل على سيدة تانية وروتينها وتنظيمها وترتبها سوى طبعا لتلاجتها أو عمتا في شكل البيت وزي ما قلتلكو فيديو النهاردة متنوع فيه سيدات كتيرة جدا كل سيدة مختلفة عن اللي قبلها كل سيدة بتحاول طبعا تستغلي اليومين دول في طرق التنظيم والترتيب عشان توصل للنتيجة اللي هي عايزاها في قصر عوات لأني زي ما انتوا عارفين كل واحدة فينا بتحاول تلخص الموضوع لنفسها ما هكونش صايمة وتعبانة وأحاول أعمل كل الكلام ده بل بالعكس بتحاولي تستغلي الشهر ده في الروحانيات بصورة كبيرة جدا فيه ستات تانية كتيرة ممكن تنزل طبعا لصلاة التراويح في المسجد فبيكونش أكيد عندك وقت وجهد إن انت تقوم بكل ده شوية التنظيم والترتيب حتى الدولاب بتاع الملابس بتاعك مش شرط يكون عندك الدريسنج بس بقدر الإمكان بتحاولي طبعا تنظمي وتوضبي بالصورة اللي قدامنا دي عشان توصي النتيجة اللي انت عايزاها وكل حاجة عندك في البيت تقوم منظمة ومرتبة بالشكل الكامل اللي قدامنا ده وأظن كمان مجربة مناخد أفكار من استيدات اللي زي دي بتاخدي كبان يعني في نفس الوقت طاقة حلوة جدا بتحمسك وتنشاطك إن انت تقومي وتشوفي كل الاتزامات اللي مطلوبة منك إيا ترى اللي انت ممكن تكوني عايزا إيا ترى الحاجات أو الأهداف اللي انت هتحاولي تعمليها في قصر عوقت والنتيجة بالنسبالك هتكون سحر وخيال شوية كمان بقى كده التنظمات والترتباج دي هتنقلك كمان زي ما بيقولوا لمكان تاني خالص عشان تقداري تستغيل الموضوع وتوصلي كمان لحاجة مميزة ومرتبة جدا بالنسبالك تنظيمك وتلسيبك للبيت زي ما بيكون معاك بكده خطوة بخطوة صدقيني كمان يعني كلنا واحنا قاعدين في بيوتنا منتفرج على فيديو زي ده فيديو سريع وملخص كمان لأحداث سريعة الموضوع بيفرق جدا بالنسبالك يعني بتحس ان انت كنت مستنية بالفعل خطوة الباور اللي زي دي كنت مستنية ان حد بس كده يشجعك أو يديك مصدر إلهام بالنسبالك فندخل كمان دلوقتي على سيدة تانية في مبخة البسيط والمتواضع وشويته الكركبة والفوضى اللي موجودين عندها وازاي كمان بتحاول تستغيل كل ده عشان توصل في النهاية لمبخ منظم ومرتب صدقيني انت بتقداري تتحكيمي في بيتك بتحاول ان انت تنظمي بيتك بالصورة والشكل اللي انت شايفة انهم بالفعل مثاليين ليجي يعني كل واحدة قادرة تمشي زمان بيتها بالطريقة اللي هي عايزاها انت عارفة مساح ببيتك عاملة ازاي بتنظميه في الوقت ايه يا ترى كمان روتينك في بيتك بيكون ماشي ازاي والوقت بتاعه عامل كمان ازاي غيرك طبعا ما يقدرش يعمل كده وندخل كمان دلوقتي في نفس الوقت بروتين تاني مشجع ومحفظ بتورينا كمان كده شكل أدراك بتاعت المطبخ من جوا الكركبة والفوضى اللي كانت موجودة عندها ازاي كمان هتبدأ تلخص كل ده في وقت سريع جدا ونوصل معاها للنتيجة هتكون فعالة قوي ازاي كمان هنبدأ نشوف حاجة يعني هتكون مصدر ثقة بالنسبة لنا وتكون في نفس الوقت ملخصة ومشجعة جدا ازاي هتعملي كل ده في لمح البصر والموضوع يكون بالنسبة لك مصدر سعادة وبهجة جدا يعني بقادر امكان ابعدي عن اي حاجة فيها فوضى فيها كركبة خلي دايما كده التزاماتك يعني في نطاق المعقول زي ما بيقولوا انت الفوضى انسي الكركبة حاولي تاخذي معانا افكار هيلة وهي بتقول داخلين على شهر رمضاني الكريم حاولي تيجيب كل الحيلة اللي والسلس اللي موجودة عندها وتقولك معجوني الاسنام عشوية من الخل والكربوناتو وحاولي تديهم اللمعان المطلوب اللي كلنا اكيد بندور عليه يعني بقادر الامكان حاجات بسيطة كده لكن مجرد ما بتشوفيها بتلمع ومزهزها قدامك بتحسي كده ان انت تخطيتي حدود كتيرة جدا بعيتي عن الكركبة والفوضى ودخلتي يعني وانت مستعدة للنظام والترتيب بكل صوره زي ما انت شايفها والنتيجة معيك قد ايه حاجة سحر وخيال في نفس الوقت كمان برضو كده نشوف روتنا هنا وطريقة تنظيمها وترتبها ولا معانا حتى طبعا بقى الادوات القهربائية مش معنا ان انا نضفت التلاجة بتاعتي انسى الجزء العلوي من فوق بل بالعكس حاول ألم وظبط كل الاجزاء دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي مع بعض على روتين محافز للسيدة تانية موجودة معانا ازاي هتبدأ كمان تنظم المطبخ بتاعها برضو بدأت كده بعلب التلاجة يعني روتين سريع وخفيف بتحاول توظف فيه البيت يعني شوية الروتينات اليومية اللي انت بتقوم بيهم دول بينقذوك جدا كمان في نفس الوقت بيزبطولك البيت زي ما انت عايزة يعني شكل البيت بيكون أروى وكمان شكله أحسن بكتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشوفكم بإذن الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة